بيرامدز بإمكانياته الكبيرة جدا السنة دي بيرامدز عامل سكواد علي جدا يعني أنا بقول بقى عدم حصول بيرامدز على بطولة لحد دلوقتي دي غريبة جدا من وجهة نظري رغم من بدايات بيرامدز بكينو باللعبة الكبيرة اللي هو جابها كان على الأقل هو بيوصل نهائيات وبصراحة بيعمل حاجاته ومقدم كرة جميلة جدا لكن برضو عدم إحرازه بطولة دي علامة استفهام برضو ولا حتى بطولة الرابطة يعني حتى بطولة تتحسيب له أنه هو يكسب فبرضو دي علامة استفهام الماتش قبل الماتش ماتش صعب جدا للزمالك أنا كنت متوقع يعني كنت قلقان قوي من الماتش ده على نادي الزمالك لأن خسارتين وراء بعض هتبقى مشكلة أنا اللي مستغربه كله سيبك بقى من فترة الإعداد أنا عملت إحصائية هنا ببركات لقيت أن مصر أسوريو مغير تسع لعيبة تخيل تسع لعيبة يعني الزناري ما كانش بيلعب محمود على عبشافي روء عمر جابر السيسي نمار ناصر إيشو التسعة ما لعبوش ماتش إفرك طب أنت مقعد معلش أنا آسف يعني طب تلعب بيرامدز أنت ممكن الشوت الأولاني تطلع بنتيجة فضيحة كبيرة طبعا فضيحة مش نتيجة كبيرة فضيحة وإنت نادي الزمالك ما يستحملش أن أنت أكتر من بصها بركات أكتر من ستة سبعة حتخل بالتوازن بتاع الفريق يعني إما أنت تغير حتى لو بتعمل روتيشن ما بين ماتشين وماتشين قريبين أوي وماتشين ستة سبعة كتير كبير أنا كابتش أنا بقول لك يعني لو إيه بقى لو أنت مضطر تلاتة أصابة على عندك ماتش بعد كده مهم ممكن تحصل في بعض الأوات لكن تحصل في بعض الأوقات أن أنت ما تبقاش محتاج الماتش بتلعب ماتش في الرابطة تقول مثلا إيه أو في الأفر المتناول مثلا دي بطولة مثلا مش زي الدوري مش زي بطولة إفريقيا يعني بطولة ممكن سانوية بطولة جميلة جدا لكن بطولة سانوية خلاص فممكن أن أنت تعمل الروتيشن ده لكن أنت بتلاعب بيرامدز وانت خسران وبتغير تسع العيبة ومقعد كل العناصر اللجومية مع غياب كمان زيزو معد شيكبالا ومقعد مصطفى شلبي ومقعد نداي ومقعد ناس كتير قوي ودنجا ودنجا وفتوح مصاب وفتوح يعني كان الإصابات والإيقافات بتاعتنادي الزمالك تستدعي من أسوريو أنه هو يلعب بالفول تيم في البداية ترجمة نانسي قنقر